في قصة التجارة اللازم 14 أنا كان مجهود فرضي مع المنصر المزرهوي كما كان المنصر المزرهوي يقدر علمه السلام عليكم أصدقاء مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بالتحليل المباراة المنطقة المغربية المنطقة البيروفي المباراة الإنترنت بالتعادل كم الكثير من الأراء تختلف كل شخص يقول بأن الأداء كان مميلا كل أداء كان مقنع كل يقول بأن النتيجة لا أراد بها المهم الأراء تختلف في هذا الفيديو سوف نقش الأمور الطاكتيكية التي كانت تفضل الملعب أمور التي شكلتنا مشكلة هناك كما كانت ضد المنطقة البيروفي وكثير من الأمور قبل أن نبدأ فيما هو الطاكتيكي نتحدث عن المردود البدني المنطقة المغربي أولا نعرف الحالة البدنية المنطقة المغربي المنطقة المغربي في حالة ضربية صعبة وصعبة تكسر في الصيام الجسم عندما يكون صعب يمكنك أن تكون مردود مقنع على حسب كل طاكته أما فشل الوقت التي تكسر في الصيام تكون في الوقت التي قلت فيها الجسم يكون في الوقت التي تتخرب المشاكل وكثير من الأمور فالضرب المنطقة المغربي كانت صعبة وصعبة ولاحظنا انهيار خصوصا ليس صوت ثاني ولكن كلمة حق في اللاعبين من المنطقة المغربي لدينا أسود مقتالة لعبا لكي تنقش الكرة وكذلك تصل إلى السلوط الأخير من الملعب يجب أن تضف الكرة ولاحظنا أن ياسين بونه لا تصدح تلك الكرة فنبدأ على بركة الله ولكن قبل أن أقول لكم وانا نبدأ في الويدية التي كان ضد الشيلة والبراجل ويقبل كأس العلم ونحن في الويدية ضد براسل وضد بيرو ومركع أس العلم قربنا الوصول إلى الخمسة بقتلين 80 أظوني فكتبنا للإخوة أن نزيد التعاون ونطلب المحتوى لنا ونكبروا العائلة إلى الكرة فنبدأ على بركة الله فنبدأ بالمنظومة الدفاعية وماذا نفعلهم لكي يكسروا الكتلة الدفاعية من كأس العلم وانا نتكلم عن هذه النقطة القوة يعني لماذا نعود نفس الهضراء في كل فيديو نغلقوا جميع الزاوية يجب أن يقلب على أن يلعب لأطراف هذه الهضراء كامنا وانا سمعتوا معي في كأس العلم وانا سمعتوا مع أمور كأس العلم فهذا كامل ما تتعرفون نتكلمون فقط على كيف يريد أن يخترقنا ونطلب بعض الأفكار الطاكتيكية فنبدأ في هذه الحالة هنا كما كان لحظة الوقف في المنطخل المغربي هنا المنطخب بيرو في حالة البناء كان لحظة أن يوسف ونسارك يقوم بالضغط بحكم أنه لا يوجد لاعب المتوسط الدفاعي لكي يرقبه كما يعمل في الخطة 4-1-4-1 في الحالة الدفاعية يكون النحاول استرعته وكتسبة للك الصغاز الفئة مثلا في مجال المنطخبة في خلف مجال الأمامي سوف يقوم ذلك حتى يتغلبوا على الرقابة ليوسف انسيري لأنك لم تتعرفوا أن يوسف انسيري أول نقطة عندنا في الحالة الدفاعية وعنده دور مهم كما تلاحظون ها هو اللاعب خرج كان مختافي خلف الجدار الأمامي ها هو خرج ولا يعني متحرق من الرقابة ليوسف انسيري فعملوا معنا هذه القضية وضمنها اليوم لأن الكورة تخرج بطريقة اللي هي مزيانة وشكلوا عني واحد المثلث داخل وسط الميدان دينا مثلا لا تريد لكم الصورة تجبر واحد المثلث كما بين اللاعبين ديال بيرو ها هو فهذا المثلث هذا ما قدرش على أنه يحلو لنا بزيان يحلو لنا بزيان لماذا لأنه عندنا اللعاب اللي تبارك الله يعني ومهما الصيام ولكن في الافتكاك يعني بصراحة ما عندي ما أقول افتكاك مية على مية يعني جميع اللاعبين يساموا في افتكاك الكورة من حكم زياش من يوسف انسيري جميع اللاعبين يقدع لهم الكورة الفوق كيهبطوا كيسترجعوا الكورة وحتى الكورة ما تصل إلى الخط الخلفي كيتكلفوا به المدافعين كتاب الدائرة بالبيض والحمر الذي أوقف مع صفيين أما رابط يوقف مع صفيين أما رابط ذا اكDDك اللاعب كيوقف مع صفيين أما رابط وخاوه لانcha الكورة كي لا يختلف صفيين أما رابط يعرفوا منطخل المغربي كلاعب اضافي لاناك نعرف صفيين أما رابط مثلاً هنا الكورة سأدğer من الخط الانمي اما رابط يمكنك إقطع للاعب اضافي كيوقف مع السفيين أما رابط لن يقوم بها لامرابط ولكن في هذه الحالات هذه اما رابط لا تدهش فيها اما رابط خرج بشي قطع الكورة و لا ينجحك والكورة دازلت عن هذه اللاعبات التي خلتها فيها اما رابط هذه اللاعب عقله مزيد لان انا سنتحدث عنها في اللقاطات المقبلة فنشوف فكرة اخرى فهم استخداموا معنا بزر ذلك الطرق فمثلا هناك كنت اخبرنا عن طريق الجوج للعبة التي كانوا في اللاكس و الجوج للعبة التي يوقفون في الوسط الارتكاز لانشي يقوم بشيء تفوق عادة لها على يوسف انسري والأول هو تخلصوا من الرقابة عن طريق العمل الجوج للعبة ارتكاز مثل انهم يقربوا اللاعب الوسط الميدان من الجنح كما تلاحظوا في الصورة من اللاعبين التي يطلعوا في الاحمر كأنهم يكسرون خط الامامي كي تلاحظوا في واحد تلاحظوا في مزيج اتمنى ان ان تجعلهم جوج للعبة كما تلاحظوا في الصورة لكي تجعلوا اللاعب يبدأ من نصف الملعب إذا كانت المدافعين يقومون بإمان يفارغ عن طريق تتباه دفاع و الأدارة بل من وسط الميدان يطبقون لنا فقط تجعلون لنا في الطرف الأيمن بالنسبة لهم المدى اللعب التي تحدثنا عنه يكون وقف ماسو بها نرى هذه اللقطة هناك اللحظة البناء من ثلاثة بيرو هنا ستكون زيادة جداً على يوسف المساريكي ويكتب الوضع من اللاعب اللاكس ويكون لأرسيكات يعني جوجد لاعبين علي يوسف النصري فهنا الكرة ستتسلط وكما تلاحظه، اللاعب الواقف مع سوفين أما رابطرها متبته ويكتب ان اللقطين اكملها بشوية هناك اللاعب غير لعب الكرة وراء يوسف النصري يعني يوسف النصري في الحالة الدفاعة لا يبقى خدام لنا هنا الكرة ستتلعب وراءه هنا أما ربطر لا يمكنني أن يخرج بحكم أنه متبت و هذا اللعب الذي يكون وقف معه لا يوجد لعب معه صافره لا يوجد وقف معه يمشيه فرقة له تشد كرة الهجوم الى ناحية الثلاث الاخر يمشيه هو صافره لا يوجد معسو فيها المرابط فكان تاكتيك مدرس من ناحية البيرو عندما ترى امريكا اللاتينية تريد أن تصنع احد تاكتيك لكي تخترقك ستعرف في رأسك بما ترى منتخب رواعب لنرى آخر اللقطة من ناحية الكسلة الديفاعية وعندما نتكلم فهنا كنت لاحظة البناء المدخل بيرو 3 واحد فضل اللقطة يوجد اللعبة تسحبه لك فضل الحالة بحكم ان البناء 3 واحد يسحبه لك اوتوماتيكيا يوجد اللعبة من الحال الديفاعي لك النصير ينضاف على لاعب من الخط الامامي هذه الكوسلة تتفكيك فبالتالي ستنتج لنا واحد الزاوية بحكم ان نفقد نواح اللاعب من الخط الامامي اما رابطك اللازم عليها لانه ينضاف الى الخط الامامي بحكم ان اما رابطك نحتاجه دايما فالكورة تبغي تختارك الخط الامامي اما رابطه يدخل في هذه الحالة ما نضح ان ذاك اللاعب نواقف معه فهنا الكورة تكون مؤدية الى العنق للملاوي اذا كان شيء منتخب تدرب على هذه القضية فرغي يلعب الكورة ديكس من ذاك اللاعب ذاك اللاعب يقلبها الى الطرف الايمن اللي يكون فارغ بحكم ان الخط الخلفي يكون تثبت فشرح نعتي كامل في الفيديوهات السابقة اذا كان ذاك اللاعب نتخبت فرغي يلعب ضمنتخبات التي ستستخدمها هذا هو عقل عليها رابيناتنا على ايام شهر واحد ستجدوا بالمنتخبات اللاعب ضدها فهنا ستكون 4-5 واحد خصوص المنتخبات التي تصنيف الثالث او القبعة الثانية فهنا نشاهد البناء دينا كيف يعمل في هذا الفيديوهات بعدها نشاهدوا ما يدرون لنا فشنا كنا كم نقوم باللعب اولا هما شبروني ان في الحالة الدفاعية سوفيا امروا وكذلك حاكم زياش لتوالي فضل ما تصنيع العب وهذه الفكرة كانت مزيئة لانها تجرب زياش كان ضروري كهبط لانه يسقين بذلك الكرة طوال ولكن هما شبروني زياش وامروا بصور لديك جوجة اللاعبين من المتوسط الميدان يعني تحت الرقابة فالكرة تجبره واحد صعوبة لانها تخرج كما تلاحظوا فالصورة هذه الخنوس اذا بقى واحد لما نعيته كرة فكتكون واحد صعوبة لانه يستلم الكرة اما الظاهر اما اذا بغير يدور الاحساب القدرة الفنية وشعرها وغيرها اخر والزلزول ابو خلال عفو كانوا يدخلوا يعني كانوا يدخلوا في العمق في البلاصة الهاتف مثلا وكذلك الاظهر على انه يتطلعوا فمثلا اطلقتها تلاحظوا نفس القضية الذي قلناه زياش وامر رابط مصبرين يعني الكرة خصة تخرج على الاطراف فكيبط الخنوس يتعدب صراح لانه الصعيب لانك تخرج للك كرة فضل وضعي واذا لاحظوها اطلقتها نرى هنا حاكم زياش وكذلك امر رابط مصبرين ونرى هنا خطأ كاريته سيكون علينا فهذا كان من رجع الطاكسيك بيروكي لانه يشدنا وحتى البناء النار دائما نقولها بجوش بجوش اللاعبين في الاكثر غير كافية فنرى الحل الذي كان لدينا في وسط المباراة هنا المدخل المغربي كبني اللاعب عن طريق ثلاثة اللاعب وكذلك لا تنسوا وكذلك يمكنهم اللاعب بجوش اللاعب الارتكاس الارتكاس الذي لدينا فيها وصفين امر رابطة داخل كبني مع المباراة يعني ضروروا يكونوا اللاعب ووقف في الوسط هذه اللاعب لم يكن لحظوا التأثير هذه القضية لانه يكون هدر من فارغ هنا حكيم زياش قدر انه يستطيع من الكرة ويرجع نرى لقطة اخرى فما تنفذ الكرة هنا المنطقة المغربي كان كبني عن طريق ثلاثة اللاعب لم يكن في الصورة كان اكردوا امر رابط نفس اللقطة التي رأيناها في الصورة هنا لا يوجد اللاعب الارتكاس هنا امر رابط اعتقدوا احتمال في اتجاه الخنوط هي الكرة القطعات بالسبب البناء شوف على وضعية التي تطعنا فيها لماذا نستطيع الوضعها في البناء فقط البناء نضيف لعب اضافي و ستصلح هذا فهذا لا يوجد تأثير بالصيام لا يوجد تأثير بالتاكسيك المجهود البداني يوجد تأثير بالصيام ولكن فيما هو تاكسيك لا يوجد تأثير بالصيام مثلا نرى هذه اللقطة التي نعتبرها بناء ثلاثة واحدة هم تتحولين نجوش اللاعب المتخذ بيرو اللاعب الانضوب البيض هناك نقطة كم شارك معهم في البناء والذي كرى الحالة التي يشارك في البناء كما مثلا تنمشي لعب كانت الكرة لا تنمشي الى الاطراف كرة ترجع من ذلك اللاعب لك تقلب المنافذ المؤدين الى الملعب الخصم فهنا لم ارجع الكرة الحالي لانه يحارس ويوضعه في الوضع الوضع شوف انك ماذا نتعدبه بيرو ولكن لدينا لعابة التي قتالها في الوضع ولكن لدينا لعابة التي لا تضيف الكرة فهم كانوا وضعين لنا رقابة بالنسبة للصفين اما رابط وحكم زياش في بعض الحالة كان يرجع زياش اما رابط انهم يخرجوا الكرة وزياش خدموا الكثير من الخلف يدعنا الكرة الى الهجوم بصراحة ولكن لا تنمش الاستغلال فضحنا علينا هذه التولاتي التي تشكل ما بين زياش وابو خلال ومدراوي كالانسيجم ناقص بينهم واناحي بنت بالضيح واناحي رديمي تتحدث عن هكذا واناحي يخرج لنا الكرة واناحي فضلا مات يعني كما كان طاكسك من الخلف بيرو لا يستطيع ان تقسر الخطوط من الخلف واناحي لم يبالغ واناحي لقد قدموا انها في الاقلاء تلك ومثلا كنت عملنا لعبية لعبة ولكن اوناحي بالمساند في حيوية وقدرنا على ان نخرج الكرة في الهجوم براية يجب أن يكون صعب علينا القرى و أتعلم أن لاحظتم هذه المبارسة و في نسبة للمشاهدة و في الناس الحاج تمام تلعبا مع هذا الزلزول هنا الزلزول يدار هنا يسعى يوصف نصري و أبو خلال يبقى سوف يجب أن يتلعب المساحة المفتوحة و سوف يتطلب سوف يتصبح زلزولي سوف يتصبح بشكل جيد هنا سوف يتصبح بشكل أسئل و هو الذي يتصبح لقرى الزلزول في الأول هو حاكم ذلك حيث يخرج الكورو و يمسي قصد الهالس بيس ولا لذون كذلك لكي الكورو لا تستمي السلام الكورو و يقوم بتسديد من بعيد فالتسديد من بعيد يعني يبقى من باية الحلول لكي تختار قولات تجبر الحلول مع الفرق الديفاعي لان تكبره ردافع معنا ليس فرقة التي كانت هجومية معنا فنشفوها اللقطة التي ستبهن لنوع الحاجة التي هي إيجابية في المنطقة المغربية لكي تبدلت ولكن تبقى نفس الناس أو نفس الطاكتك التي كانت نفس الهجومي مثلا انا حكيم زيادة التي تبقى تلك التولات الدفاعي أو تلك التولات المنتخب البيرو و إذا لاحظت في المباراة السابق أو المباراة التي قبل نفس القضية التي يقوم بها أناحية حكيمة و لا لا يعني بشيء هنا أبو خلال عقصة تيجى لدون كاتوز و هي التي يقوم بها أناحية يعني نفس الناس الطاكتكيرا مضبوط هنا هنا أخير تشاهد البطء بحكم أن الإنسيجام قليلا ما بين هذه اللعبة ولكن تلاحظون نص القضية هنا مزراوي تتعطيت لها كورة و مشاء و دخل لأنه بحكم أن تلك التولات الدفاع كان تثبت و يجعل المساحة على الموصل مزراوي و ننصي لدينا فيديو على التاكتك الكبير دائما سبق للكورة هذه الكورة كانت قادرة على تتمركة و يكون هدف جميل و تكون هجم وعرا و لكن لم يكتبت الحالس كان يقيد فنشوفوا لقطة أخرى أنا كما كلا أحظوا هذا هو تولات الهجومي المنتخل المغربي زياج أبو خلال كذلك كان معهم الخنوث و لكن أنا أعتقد هذا من الذراوي و أبو خلال و الخنوث هنا لا يوجد زياج كهيد الخنوث هنا ستلاحظوا أن هناك ضعف و انسيجامي عن البودالاء بصراحة هذا يجب أن يتخدم بحكم أن يكون هناك بحكم أنا كلا أحظوا أن أبو خلال ولي كان يفتح هذه المساحة لأنه يجعل الخنوث على أنه يقصد تجاه الوطن 14 هنا كان مجهود فرضي مع المنصر المزراوي كما كان المنصر المزراوي يستطيع أن يدريب له لن ترى هذه المحاولة ونصر التاكتك العالي لا تصدق للكورة لا تستطيع أن يكون هناك الكورة وحتى الدفاع بيرو كان يدفع للصالب كانت ضرب الكورة في الجلسة ولكن الإنسنتاج هو أنه لدينا لن تبدو للعب هذا أمر عادي لا يوجد مباراة ودين هنا نفس القضية المنصر المزراوي والخنص ونصر الضرب هنا لا تفهم شيئا في الجلسة هنا الخنص يُقرب عنده لتجعل أبو خلال يدخل لازوم نرى اللقطة هنا من الزراوي لا تشكيبها بالصراحة نحن تحديث المغاوات القادمة هنا صافيخ هنا وانتخل أبو خلال يدخل لازوم وانتخل الزوري وانتخل الزوري ونكتبت على ناتس مركا نرى اللقطة يوسف في نصري الدقائق الأخير الذي كانت تلعب الكرة لا أعرف ماذا ستنشر الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لا تركيش على المراهبات هذه اللقطة لديه فوتوكوبية من الفيديو الذي قمت بنا الدراسة الخاصة بيوسف النصري من ناحية تاكسيكيا مركز كيف تتطور هذه اللقطة كما تلاحظون هي في الوضعه يجب أن يشاهد رأسه أرجوه وليس أرجوه يجب أن نفس الضرورة يجب أن يكون كبير وضعه في الإنسجاب شاهد هذه اللقطة فوتوكوبية للمنطقة المغرب نسخة طيب أصلا هذا اللقطة للمنطقة المغرب لا ترجع للمنطقة التي كانت فيها وقفة الوضعية مع المنتخب لكن قمت بإنسان فقط يجب أن تتطوره على الكرة وهذا التاكسيك يوسف النصري لا أعود أن نصرح ذلك تلاحظون أن هذه اللاعب نفس الوضعية أنا نصريح هنا وقمت بإنسان الكرة لأن تتعرف أخرج المدافع الذي يشاهد فقط حامل الكرة ونصرح أن يشاهد الكرة ونحن نتحرك لأن هذه المدافعين لا يشاهدون ويصف النصري كان أعطيها كرة وكان يصف النصري مركات الهدف كان مركز ونحن لا يتساعد الظروري كان يجب أن يقوم بالنفس العملية إذا كان الإنسجان طالع الإنسجان لأنه الظروري لأنه يجب أن يتساعد المتحدة فالإخوة وصلنا إلى الفيديو و أتمنى أن الفيديو يكون لإعجابكم و تكونوا أعجباتكم الخدمة الفيديو صراحة لأنه يكون صعب وحسن المطق يكون صعب ولكن ليس المشكل كان يساعد الإجابة بالنسبة للمنطقة المغربية نتلقى في فيديوهات المقبلة لا تنسون بالدعم إلى اللقاء